فرحب بكم أعزاب الشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل ويساعدني للثالث حلقة أستضيف عالم المخطوطات الأستاذ محمد المسيح وصاحب برنامج التاريخ المبكر للإسلام أهلا بك أستاذ محمد أهلا سهلا بي حضرتك مبسوطة أن حضرتك معي لثالث مرة وانا كمان إحنا آخر حلقة تكلمنا عن العقيدة العقيدة نعم وكنت عايزة أسأل حضرتك كبغربي عقيدة المغرب إيه وتحكي لنا شوية لك قالك الموت يتاريك الصلاة احنا عندنا في المغرب عندنا المذهب إمام مالك والعقيدة أشعرية والطريقة يعني الصوفية يعني بنوع من التصوف فدي هي الفكرة العامة عندنا يعني أنه أول من أتى بالعقيدة الأشعرية عندنا للمغرب هو أبو الوليد الباجي هو أول واحد كان جاب هذه الطريقة على ما أتذكر فتنشرت هذه العقيدة عندنا لأنها على أساس أنه تستخدم العقل طب إزاي أشعري وطبع مالك ومالك أصلا سني نعم هو طبعا الإمام مالك كان له فكر يعني فكر أصولي مثلا في موضوع موضوع الاستواء الاستواء الله على العرش فهو بيقول أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال في ذلك تعتبر بداعة وكل بدعتين ضلالة وكل دراتين ضمار لكن في العقيدة الأشعرية طبعا ينفون هذا الاستواء بمعنى الجلوس على العرش ويقول لك لا لو معناه جالس على العرش معناه أنه محدود أنه هو في مكان معين وبالتالي هذا لا يليق بصفة الله لأنه هو غير محدود وإذا كان محدودا يعني فيه نقص وبالتالي طبعا هناك فيه تجسيم كمان لله نعم هناك يعني نفي التجسيم عن الله إذن هنا احنا بين يعني فكر سني مالكي اللي هو يعني يعتقد ويؤمن بمسألة الاستواء في نفس الوقت عندنا العقيدة تنفي الاستواء يعني مسألة مش مشي مع بعض فمعرفش يعني كيف ممكن نفتح يعني نحل الإشكالية ففعلا موضوع موضوع الفكر الأشعاري أنه هو يستخدم العقل يعني موضوع موضوع مهم جدا على أساس أنه يا أخي المسلم ما هي العقيدة التي تعتقد أنت بها هل تعتقد بحسب المذهب الذي يقول بأن فعلا الله يستوي على العرش ولا أنت يعني بتنفي الاستواء وتقول الاستواء يعني استولى نعم إذن هذا يمكن يكون إله وهذا إله آخر طبعا هو بيقول هو لم يستوي على العرش هو استولى استولى يعني استولى طب هل رح حتى يعني بالعقل كده هل ربنا مش عارف يقول أو مش عارف يتكلم فالمسلم ها يعرف أصد ربنا وقول لا هي مش معناها استولى لا ده معناها استولى يعني كده ربنا استولى على الأشجار ما ننساش أنه ده تطور في الفكر على أساس أنه التطور أو الأصليين أو البدايات الفكرية الإسلامية هي كانت طبعا عقل لسه خارج من التجسيم لسه لسه طالعين من الآلهة لسه طالعين من اللات والعزة فبالتالي يعني يغلب الفكر عنه أنه موضوع التجسيد لهذا السبب يعني أنه لما صار في العصر العباسي عصر يعني النهضة الفكرية عصر اختلاط بالفلسفة اختلاط بالشعوب الأخرى اختلاط بالديانات الأخرى فعلا يعني أنه بعض الفرق رأت أنه لا يجوز أن نصف الله بصفات تنقص من جلاله ناخد مثلا يا أستاذ محمد يعني ممكن المسلم يقول لي قرآن مخلوق قرآن مخلوق مش مخلوق ما يهمنيش حاجة ما تهمنيش نعم طيب هل الله يتكلم هل الله لا يتكلم نعم هذا موضوع آخر يعني قرآن بيقول لنا إيه يعني أنه بما أن الإشكالية اللي حصلت فعلا في هذه الفترة وتكفير بعضهم البعض موضوع موضوع هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق يعني لو كان غير مخلوق معناها أزلي معناها كوجوده كوجود الله تماما وبالتالي هو ممكن نسميه أقنوم من أقانيم الله الكرآن كمان بيقول لنا أن الله كلم موسى إيه تكليما تكليما صحيح يعني أنه فعل الكلام كان حاضر لكن المعتزلة طبعا ينفونا هذه الصفة والأشعارة برضو بينفو صفة الكلام عن الله والمعتزلة والأشعارة بيقولوا لا الله لا يتكلم الله بيتكلم كلام نفسي وجبريل هو اللي بيترجل يعني بيإحاء يعني بيدي إحاء وبعدين الجبريل بيترجل كلم موسى تكليما هنوديها فين يقول لك ما نفسرش ملناش دعوة أول ما نشوف كلم الله موسى تكليما نسكت ونقول ما نعرفش معنيها هذا طبعا يعني أنه بيخلينا حيرانين أنا إله أنا أنتبع هل الإله الصامت الذي لا يتكلم أم الإله المتكلم الذي يتكلم كل اللغات ويتكلم مع موسى ويتكلم مع عيسى وغيره وغيره فهنا إشكالية طبعا وحديث مثلا يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى أهل السنة بيثبتوا نزول الله نعم نزول حقيقي ذاتي ينزل بذاته نعم الأشعار اللي هما يعني عشان المستمعين يفهمونا اللي هما زي الأزهر وأتباعه يقولوا الله لا ينزل نعم فهي هذه الإشكاليات الحاصلة الآن زي ما حضرتك قلت أن المسلم على طول عندما يريد أن يتحدث أو يسأل المسيحي يسأله في عقيدته يقوله إزاي أن الله يبقى ثلاثة إزاي أن المسيح ابن الله إزاي الحاجة دي يعني غير مفهومة وده كله موضوع موضوع عقائدي بامتياز وكمان لما نيجي نسألهم طب من اللي بينزل ما هو بيقول ينزل ربنا في الثالث الأخير يقول لك ده ملك طب أنت كده بتعبد ملك بالضبط يعني أنه بيأولوها تأويل الفرق الأخرى تلوي نص عنق النص وتقول أنه ملك هو اللي نزل طب هو الله اللي نزل أو اللي ملك اللي نزل ترسونا على بر يعني ده فعلا إشكالية وكمان يعني أنت دلوقتي عايز تنفي الصفة يعني كأشاعراء عايزين ينفي الصفات يعني إحنا دايما نقول أنا لو كلمتك وقلت لك شجرة نعم جزرها مجازية فراعها مجازية ورأها مجازية سمرها مجازية لأن الأشاعراء بيعملوا كده في صفات الله سواء الفعلية أو الخبرية فأنت دلوقتي بتقول إيه الله مش موجود الله ده عدم أنت بتنفي صفاته الخبرية والفعلية نعم على أساس أنه بالتأويل تصورنا القديم تصورنا القديم للعالم هو تصور مادي يعني بالنسبة للفكر القديم يعني أنه أن السماء سماء هي عبارة عن قبة بدون أعمدة فده فكر قديم الآن يعني الكل يقول يعرف أنه ليست هناك سماء ببعنى اللي يعني اللي ممكن ينكسر لا هناك فضاء واسع وفي نجوم ومجرات يعني شيء غير اللي أنتوا بتفكروا فيه ده فكر قديم جدا لكن في نفس الوقت يعني أنه أنه الناس دول حاولوا يمسكوا العصم من النص بس ما عرفوش في الأفض لكن هي صعبة قدامهم مشاكل كثيرة وده ده اللي حصل فعلا في انتقال بعض النصوص اللي هي من الموروط المسيحي مثلا لو خدنا قصص أمدياء نخد مثلا سورة الله يعني نحن كمسيحيين نعرف أن المسيح هو سورة الله غير المنظور نعم في الحديث رسول الإسلام قال يعني سأله هل سنرى ربنا قال أيوة سنرى ربنا نعم عند أهل السنة والجماعة أيوة لله سورة والله طبعا هذا حديث في البخاري كمان يعني يعطيهما الجبر في سورة غير السورة التي يعرفون تبدأ أنت كأهل سنة وجماعة أيوة الله عنده سورة طيب كأشعرية هتعمل إيه هتشوف ربنا إزاي لو ملوش سورة تبقى صعب ينفي السورة عن الله يقولك ده ملك كمان اللي هيجي ده مش الله نعم وده اللي زي ما قلت لحضرتك أنه ده فعلا الإشكالية اللي حصلت في نقل بعض الأفكار بعض القصص أنه من قصص مجازية إلى أنه اعتقدوا أنه فعلا هي حقيقية الحياة الوقت فعلا بيعدي مع حضرتك بسرعة جدا وأنا فعلا سعيدة باللقاءات اللي حصلت وشكرا لك على متابعتك الحلقات وربنا يديك أكتر خدمة توصل لأكبر عدد لقيت حلقتك أيضا حلقات مهمة جدا وربنا يبركك يعني بشكرك على الوقت اللي فات أعزائي مشاهدين إحنا بنشكر أستاذ محمد المسيح وألتقي بكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت من أقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجنة يبقى ولعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر